الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث من المقرر أن تعلن كمالا هاريس عن اختيار نائب لها في حملة الانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء ومن بين المرشحين لهذا المنصب مارك كالي عضو مجلس الشيوخ من ولاية أريزونا وجوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفينيا وتيم وولت حاكم ولاية منسوتا مع الإشارة إلى أنه من بعد الإعلان عن اسم مرشحها لنائب الرئيس ستقوم بجولة بحملة انتخابية تبدأها من فلادلفيا معه ترجمة نانسي قنقر